قصة آية قصة آية نحن نقص علينا لقد كان في قصصهم عبرة قصص تعنا بسير الأنبياء والصالحين ومن جاء ذكرهم في القرآن الكريم ذلك من أنبار قصة آية إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور محمد العريفي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وتم التسليم أما بعد أيها الإخوة والأخوات من المستمعين والمستمعات أحمد الله تعالى الذي يسرق هذا اللقاء معكم وأشكر لكم لطفكم ومتابعتكم وأسأل الله تعالى أن يجعلنا في هذه المجالس المباركة ممن تحفهم الملائكة وتغشاهم الرحمة ويذكرهم الله تعالى في من عنده أما القصة التي سنتكلم عنها اليوم في قصة آية فهي تتعلق برجل لنا جميعا علاقة به بل إن أنسابنا جميعا تنتهي بهذا الرجل الكريم عليه الصلاة والسلام ما رأيكم أن نتكلم في هذه اللحظات عن قصة آدم عليه الصلاة والسلام قصة أبينا آدم عليه السلام خلقه الله تعالى بيده ونفخ فيه من روحه كما قال سبحانه وتعالى وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة يعني سأجعل فيها مخلوقات يخلف بعضها بعضا الملائكة استغربت قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قالت الملائكة يا رب أن تريد أن تجعل فيها أقوام يفسدون في الأرض ويسفكون الدماء طيب نحن موجودون يا رب نحن نسبح بحمدك ونقدس لك ونعبدك ونطيعك ونجلك يا رب العالمين ما الحاجة إلى خلق هؤلاء قال الله إني أعلم ما لا تعلمون قد يقول البعض كيف علمت الملائكة أن الله تعالى إذا خلق آدم وذريته وجعلهم خلفاء في الأرض كيف علمت بأن هؤلاء سوف يفسدون فيها ويسفكون الدماء فالجواب على ذلك أن الله تعالى كان قد خلق في الأرض من قبلنا خلق الجن فوقع من الجن السفك للدماء والإفساد في الأرض ثم بعد ذلك محاهم الله تعالى عن وجه الأرض وكان من الجن من كان فيه نوع صلاح فقربه الله تعالى إليه حتى صار يتعبد مع الملائكة وهو إبليس ثم بعد ذلك إبليس طغى وبغى وتكبر وتجبر فطرده الله تعالى من رحمته الله سبحانه وتعالى خلق آدم بعدما قال للملائكة إني أعلم ما لا تعلمون خلق آدم وعلم آدم الأسماء كلها كما قال الله وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين بدأ الله تعالى علم آدم الأسماء كلها قال لهذه شجرة وهذه ناقة وهذا بعير وهذه أرض وهذه سماء وهذه شمس وهذا قمر جعل الله تعالى يعلم آدم أسماء الأشياء ثم عرض هذه الأشياء على الملائكة قال لهم أخبروني ما هذا قالوا ما ندري طيب ما هذا ما ندري هذا ما ندري فلما سألهم الله قال أنبئوني بأسماء هؤلاء كنتم صادقين إذا أنتم فعلا واثقون بمعلوماتكم واثقون بما تتكلمون به وبأرائكم واعتراضكم أنبئوني بأسماء هؤلاء فقالت الملائكة سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنباهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون بعدما خلق الله تعالى آدم وتم الخلق له أمر الله تعالى الملائكة أن يسجدوا له وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبا واستكبر وكان من الكافرين طرد الله تعالى إبليس كما هو معلوم طرده من رحمته وأن عليك اللعنة إلى يوم الدين وأسكن الله تعالى آدم وجعله يجد في الجنة ما يشاء مل آدم عليه السلام من وجوده وحيدا في الجنة فسأل الله تعالى أن يؤتيه في الجنة من يآنسه ويصاحبه ويسليه في الجنة فجعل الله تعالى له حوى في الجنة فجعل يعني هو وحوى يأكلان من الجنة حيث شاء إلا الشجرة كما قال سبحانه وتعالى وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين قال الله فأزلهم الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين جعل آدم عليه السلام وزوجه حوى يأكلون من الجنة ما شاء أقبل الشيطان قال يا آدم ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكون ملكين أو تكون من الخالدين وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين والله إني صادق أقسم بالله أني ناصح لكما أنت كل منها الشجرة أنت وزوجك طيب يا إبليس الجنة مليئة بالأشجار والأنهار وأنواع الثمار لكنه أراد أن يضلهما بذلك فلا زال بهما ويقسم بين أيديهما قال الله فدلاهما بغرور يعني جعل يغريهما ويدليهما فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما بعد ذلك بعدما وقع من آدم عليه السلام ما وقع وأنزله الله تعهبطه الله تعالى إلى الأرض تلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه التواب الرحيم وجعل الله تعالى آدم وذريته بعد ذلك على وجه الأرض ولم يكن بعد ذلك له صعود إلى السماء إلا بعدما يكون في آخر الدنيا آدم عليه السلام أيها الإخوة والأخوات جاء فيه مجموعة من الأحاديث أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الله تعالى خلق آدم طويلا ستين ذراعا في السماء قال عليه الصلاة والسلام فيما رواه البخاري خلق الله آدم طوله ستون ذراعا والذراع نصف متر تقريبا أو يعني قل ستة واربعين سانتي هو ما بين المرفق إلى نهاية الأصبع الأوسط يعني قرابة الأربعين إلى ثمانية واربعين سانتي تقريبا ثم قال لآدم هذا تكملة الحديث خلق الله آدم طوله ستون ذراعا ثم قال اذهب فسلم على أولئك النفر من الملائكة فانظر بما يحيونك رب العالمين يقول لي آدم اذهب لأولئك الملائكة سلم عليهم وانظر كيف يردون عليك السلام فإنها تحيتك وتحية ذريتك ذهب آدم قال السلام عليكم فقالوا السلام عليكم ورحمة الله فزادوه ورحمة الله قال صلى الله عليه وسلم فكل من يدخل الجنة على صورة آدم فلم يزل الخلق ينقص حتى الآن يعني معنى هذا الحديث أن آدم عليه السلام كان طوله ستين ذراعا بعد ذلك الأمم التي جاءت بعد آدم مباشرة كانت أطوالها طويلة أطول من أمتنا لذلك قال في الحديث فلم يزل الخلق ينقص حتى الآن من الأحاديث في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في حديث أنس بن مالك في مراوه البخاري قال يجتمع المؤمنون يوم القيامة فيقولون لو استشفعنا إلى ربنا يعني لو بحثنا عن أحد يشفع لنا إلى ربنا لأجل أن يقضي بيننا قال فيأتون آدم فيقولون أنت أبو الناس خلقك الله بيده أسجد لك ملائكته علمك أسماء كل شيء فاشفع لنا عند ربك حتى يريحنا من مكاننا هذا فيقول آدم لست هناكم يعني أنا ما أستطيع أن أساعدكم في هذا ثم يذكر ذنبه فيستحيه إيتوا نوحا فإنه أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض إلى آخره إذن آدم عليه السلام مع أنه أبو البشر يأتي الناس إليه يريدون منه أن يشفع لهم إلى ربهم جل جلاله لكنه مع ذلك لا يستطيع أن يشفع لهم يقول أنا قد فعلت معصيه وأنا أخاف على نفسي قد يقول البعض طيب نحن نعلم أن إبليس لا يدخل الجنة كيف دخل إبليس إلى الجنة ووسوس لآدم ولزوجه يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري يقول إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم فأصلا الشيطان يجري مجرى الدم للإنسان فهو أصلا ما يحتاج أن يقول يطرق الباب وأبغى أدخل الجنة ولا تراني الملائكة لا هو أصلا يجري من ابن آدم مجرى الدم فيستطيع أن يوسوس له كما يشاء جاء في وصف صورة أبينا آدم وهذا مناسبا نعرف كيف كان شكل أبينا الأول جدنا روى ابن أبي حاتم عن أبي بن كعب قال إن الله خلق آدم رجلا طوالا طويل وذكرنا لكم أن طوله ستون ذراعا طوالا كثير شعر الرأس كأنه نخلة سوق طويل وله شعر كثير وبين النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر قال إن الله خلق آدم من تراب فجعله طينا ثم تركه قال حتى إذا كان حمأا مسنونا خلقه وصوره ثم تركه حتى إذا كان صلصالا فخارا المهم ذكر في هذا الحديث قال لما نفخ الله تعالى فيه الروح كان أول ما جرى فيه الروح بصره وخياشيمه فعطس فقال الحمد لله أول ما عطس آدم قال الحمد لله فقال الله يرحمك ربك ثم قال الله اذهب إلى أولئك الملائكة فسلم عليهم كما تقدم في الحديث الذي قبل قليل من الحوادث التي وقعت لآدم عليه السلام ما رواه الترمذي أن الله تعالى عرض على آدم ذريته قال يا آدم هؤلاء ذريتك الذين سوف يأتون من بعدك فرأى من بينهم رجلا في وجهه نور وفي فمه نور وأعجبته وخلقته فقال يا ربي من هذا آدم يسأل ربي يقول يا ربي هذا الشخص الجميل من هو قال هذا ابنك داود قال يا ربي فكم جعلت له من العمور قال جعلت له ستين سنة فقال آدم يا ربي فأتم له من عمري حتى يكون عمره مئة سنة ففعل الله وأشهد على ذلك فلما نفذ عمر آدم آدم الآن في الجنة بعد أن نزل من الجنة ويعد لنفسه أن سيعيش ألف ألف سنة فكان يعد لما وصل تسعمائة وستين سنة بعث الله إليه ملك الموت قال آدم عجبا أو لم يبق من عمري أربعون سنة قال الملك أو لم تعطيها ابنك داود فجحد آدم قال صلى الله عليه وسلم فجحدت ذريته ونسي آدم فنسيت ذريته وهذا هو معنى قول الله تعالى ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما فبين الله تعالى أنه عهد إلى آدم يعني عهد آدم على شيء لكن آدم عليه السلام نسي ذلك لي أيها الإخوة والأخوات في آخر هذه الحلقة لي بعض الوقفات فيما يتعلق بخلق الله تعالى لآدم عليه السلام وما ذكره أهل العلم يعني شيء من الفوائد التي يمكن أن يستخرجها الإنسان من الكلام على هذا النبي الكريم من ذلك أولا تكريم الله تعالى لآدم وذريته أن الله تعالى خلقه بهده واسكنه جنته ونفخ فيه من روحه من ذلك أن الملائكة أيضا لا يعلمون إلا ما علمهم الله تعالى فكذلك مع قرب الملائكة من ربهم ومع أنهم لا يعصون الله ما أمرهم إلا أنهم لا يعلمون إلا ما علمهم الله تعالى فمن باب أولى أننا نحن البشر أننا لا نعلم إلا ما علمنا الله تعالى وأن الإنسان مهما اكتسب من العلم فينبغي أن يتواضع لله تعالى في هذا كما جاء أن الخضر لما ركب مع موسى عليه السلام في سفينة البحر فأقبل طير فأخذ من ماء البحر قطرة يعني شربها ومضى فالتفت الخضر إلى موسى وقال يا موسى ما علمي وعلمك عند علم الله تعالى إلا كما أخذ هذا الطائر من هذا البحر شف يعني سعة علم الله تعالى وكذلك من الفوائد أن التعري ونزع الثياب هو من عمل إبليس لذلك اسمع ماذا قال الله تعالى لما وسوس إبليس لآدم وزوجه قال سبحانه وتعالى عنه ينزع عنهما لباسهما ليوريهما سوآتهما فبين الله تعالى أن إبليس كان من أهم غاياته لأجل أن يأكل آدم وزوجه من تلك الشجرة أن يحتاج إلى مثلا إخراج الغائط أو البول أو نحو ذلك فينزعاني اللباس لأجله فهذا التعري الذي يوجد عند بعض الناس والتكشف اعلموا يقينا أنه من وسوس الشيطان ومن عمله أسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير وأن ينفعنا جميعا بهدي كتابه أسأل الله لي ولكم التوفيق والسجاد أشكر لكم لطفكم وإنصاتكم أيها الأخوات وأسأل الله تعالى أن يجمعنا بأبينا آدم عليه السلام في الجنة والله تعالى أعلم وصل الله على نبينا محمد وإلى لقاء إن شاء الله في حلقة قادمة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر